ألف وخمسمائة عنصر سيتوزعون على الحدود الأوروبية الشرقية مدعمين بطائرات الهيريكوبتر والرادارات فهذا الخميس تبدأ فرق حرس الحدود الأوروبية عملها بخاصة على الحدود البلغرية التركية كي تشكل دعماً لوجستياً وأمنياً لقوى وكالة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية كما للقوى الأمنية المحلية بموافاتها بالمعلومات وليام سوينغ من المنظمة الدولية للهجرة تحدث ليرونيوز فقال إن فرق حرس الحدود هي جزء من السياسة التطبيقية للهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي لكن اللاجئين قد يتدبروا أمورهم لعبور الحواجز وقد تزيد محاولاتهم من الخسائر بالأرواح مراقبة الحدود الأوروبية ستكون منوطة بقوة حرس حدود مجهزة بالمعدات الضرورية بخاصة تلك التي تكشف الرؤية ليلاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر